كذلك انتشروا العيسى عبر الأنهر والمراعي اتجهوا إلى مع الفرات وانتشروا في الأردن الآن ما زال إحنا عدنا في الأردن في منطقة الدفيانة جمع كبير من العيسى في رئاسة آل الماضي كذلك في سوريا ما زالوا بيت العطى الشيخ محمد العطى وامتدوا بالفرات وسكنوا الأنبار في اللوجة والآن بيت عيفان الرئاسة هناك جمع كبير من عمامنا البعيسى وامتدوا على الفرات إلى الكوفة وانتشروا بالفرات الأوسط في مركزهم في هذا المكان وبعدين انتشروا إلى الجنوب لأن جد الجنوب يسموه سرداح من هذه المنطقة من هور الدخن اللي هي ناحية العباسية تسمى هور الدخن جنب الكوفة 10 كيلو هذه المنطقة هاجر منها جدنا لأحد أجدادنا اللي هو سرداح واتجه إلى الجنوب وهناك عمامنا أجلاء معروفين آل عيسى وبرئاسة بيت سكر ومنهم الحمدان ومنهم فروع كثيرة وكذلك قبيلة برزت هناك آل بزون برئاسة آل بعوجة هناك قبيلة كبيرة محترمة فهذا الانتشار بعدين انتشرت فروع كثيرة عندنا بالكوت في بغداد في بابل يرتبطون الآل بزون ويعقب بنفس المساق الآل بزون يرتبطون معانا في جد نعم لكن قبيلة هي مخذة يعني صفتها العامة والاستقلالية لكن هي أصلا ترجع إلى آل عيسى لجدهم من سرداح هم والعيسى الجنوب جدوا واحد فهذا بالعراق في عدنا في مصر كثيرين وتواصلين معهم وزارونا وانزورونا عدنا في شمال إفريقيا في الجزيرة العربية في جيبوتي حتى في جيبوتي عدد موجود فهي قبيلة حالها حال القبائل انتشرت في عموم الوطن العربي وإحنا متواصلين معاها وإحنا في العراق إن شاء الله موحدين هذه قبائلنا وعدنا عشائر كذلك منتشرة في كل مدن العراق ونواحيه ولكل موحدين إحنا في الرأي وفي الأخوة وفي التعاون مع أنه كل واحد إلى خصوصيته في منطقته لأنه ضمن العراف المحيط لكن جميعا إحنا لا فارق بيننا حتى الطائفية ما عدنا لأن دليلها واضح القبائل عابرة للطائفية فجميعا إحنا موحدين ومتواصلين وبالتالي دورنا دائما لخدمة الصالح العام خدمة البلد والتزام بتوجيهات المرجعية الدينية ترجمة نانسي قنقر